بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام أخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا المحدث العلم الذي جمع هذه الأحاديث وأسمى الكتاب أسماه الجامع الصحيح وهو ما يطلق عليه صحيح الإمام مسلم نتناول في هذا البرنامج كالعادة شرح أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي رواها الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من خلال توضيح أهم المفردات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرح ونوضح هذه الأحاديث ونبين إن كان فيها بعض المسائل الفقهية وكذلك نبين أهم الفوائد التي احتوت عليها هذه الأحاديث كذلك نبين مقاصد سنة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من خلال هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدودة ثم نعود عليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل فانتظرونا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب الصلاة من كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وحديثنا هذا حديث الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه بوابه الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله باب القراءة في ركعتي الفجر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر أي سنة الصبح أي سنة صلاة الفجر قد يتبادر إلى ذهن البعض ركعتي الفجر أنها الفريضة فيذهب يصل بالفريضة سورة قل يا أيها الكافرون و سورة الإخلاص قل هو الله أحد نقول لا المقصود بركعتي الفجر أي سنة الصبح هذه السنة التي كان يتعاعدها رسول محمد صلى الله عليه وسلم وهي ركعتين قبل صلاة الفجر و ما كان يدعها صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر و من المعلوم أن صلاة الفجر هي ركعتين و الظهر أربع و العصر أربع و المغرب ثلاث و العشاء أربع فنجد أن أقل عدد ركعات للصلاوات الخمس هي صلاة الفجر صلاة الصبح فلذلك على المرء المسلم أن يحرص على سنة الفجر و هي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا و ما فيهاها و قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتين الفجر قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون أي سورة قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد أي سورة الإخلاص المعروفة قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر هذه السورة ونجد في هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر وكذلك جاء في حديث آخر رواه الخمسة إلا النساء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إذن هذا الحديث يبين أن قراءة سورة الكافرون والإخلاص ليست في الفريضة بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين قبل الفجر وهي التي نسميها سنة الفجر وكذلك روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتين الفجر الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهي الآية التي في سورة البقرة وفي الآخرة منهما أي في الركعة الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الفجر قولوا آمنا بالله يوم ما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في ذلك كفائدة حيث يذكرها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الرائع والقيم وأنصح كل مسلم ومسلمة باقتناء هذا الكتاب كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم اختصر هذا الكتاب هذا الكتاب يعني بحدود 300-400 صفحة تقريبا ثم اختصر هذا الكتاب بكتيب صغير يذكر فيه كل حديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي فيقول الشيخ الألباني في كتابه عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم متحدثا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في سنة الفجر قال وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا حتى ان عائش رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب اذا يستحب لمن يصلي سنة الفجر ان يخفف ركعتي الفجر ويقرأ سورة الإخلاص فيهما و كذلك قد يتساءل البعض سبب قراءة سورة الكافرون و سورة الإخلاص نقول هاتين سورتين اجتملتا على فواعد عظيمة فعندما يقرأ المسلم بعد قراءة الفاتحة ويستفتح يومه قبل الفريضة بركعتي الفجر فيقرأ قل يا يهو الكافرون ثم يقرأ فيه الركعة الثانية يقول هو الله أحد يجد أن يعني بعد قراءته الفاتحة هاتين السورتين اجتملتا على نفي الأنداد وإثبات التوحيد وأيضا هاتين السورتين تحتوي على العديد من الفوائد في توحيد الله عز وجل و كذلك نبذ الشرك ونبذ الكفر وكذلك نجد في هذا الحديث فائدة مهمة جدا وهي الحرص على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أداء هاتين الرقعتين قبل صلاة الفجر وذلك كلمة فيها من فوائد عظيمة نسأل الله سبحانه وتعالى أنفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر